موسيقى تعالى النهاردة اقولك ازاي تعمل التأثير ده منتهى السهولة والبساطة من خلال ادوبي افتر افكتس بس تابع الدرس ده لغاية النهائي موسيقى اهلا بكم يا شباب معكم بيتر شكري ودي الطريقة اللي انتم طلبتوها مني في اكتر من فيديو وهي فكرة ان انا يعني ازهر في الفيديوهات عن طريق دايرة اللي موجودة تحت كزا حد قال لي اه يعني انت علمتنا الدائرة وعرفتنا ازاي بنعمل الدائرة ولكن حط نفسك بقى في الدائرة قديني حطيت نفسي في الدائرة طبعا لو عجبتكم الطريقة دي في الشرح يا شباب افضل من الطريقة الاولى اللي هي تبقى بالصوت بس ياريت تكتبولي في الكومنتات تحت الفيديو وزي ما اتعودنا دايما كمان كل الدياتا اللي انا بشتغل عليها دايما في اي فيديو يا شباب هتلاقوها موجودة في صندوق الوصفة او في علشان تقدروا اتطبقوا اثناء الدرس وانا بشرحه. كمان آآ بتمنى اللي لسه ما اشتركش في القناة ياريت يشترك ويفعل زورات جرس عشان يوصلوكم كل الفيديو الجديدة. فبدون كلام كتير كده يا شباب خلين على طول ندخل على نبتدي الشغل بتاعنا كل اللي انا هعمله دلوقتي انا هدوس اتنين هنا كده علشان اجيب الفيديو اللي انا هشتغل عليه والزي ما شفنا كده في المقدمة آآ بتاعتنا ازاي ان احنا نقدر نعمل التاااثير ده طبعا التأثير ده يا شباب نقدر احنا نعمله في فيดيو تليبس في حاجات حلوة جدا بيطلع تأثير طبعا جامد جدا وبيدينا التأثير اللي احنا شفناه في المقدمة بتاعتنا بالمنظر ده. طيب هبتدي بعد كده ان انا اه يعني انزل الفيديو بتاعي كده على بالمنظر ده وهبتدي اختار هنا كده الفريم اللي انا عايز اثبته مسلا انا عايز اثبت الفريم ده هنا كده. فهسبت ده ازاي في يعني سهل جدا بدوس على علامة الكاميرا اللي موجودة من تحت في البروجرام هنا موجود علامة كاميرا ولكن دي بتعمل حاجة مختلفة شوية. طيب هنا هثبت الصورة دي ازاي? عندي اكتر من طريقة. تمام? تعالوا نشوف مع بعض ازاي بنقدر نثبت الصورة دي بشكل احترافي في اول حاجة بدوس على من هنا كده. وابتدي اعمل وفيه عندي اختيارين. عندي حاجة اسمها وعندي حاجة اسمها وطبعا هنا لو انا اخترت الفوتوشوب هيبتدي ان هو يطلعها لي ان انا اقدر ادخل على الفوتوشوب وتعامل معها عادي جدا. ولكن خلينا نختار من هنا كده وطبعا دي طريقة حلوة برضو. وهبتدي ان انا احطها مسلا على الديسكتوب وهرقمها مسلا برقم واحد وهنقول له بالمنظر ده هيجي هنا كده الاختيارات بتاعتي هنا كده هبتدي ان انا اختار من هنا بقى اللي انا عايزه. يعني هنا كده نقدر نختار اللي احنا عايزينه. ولو ما فيش اللي احنا عايزينه وهنا موجود في القائمة دي نقدر ان احنا ندوس على الخط او الشريط الازرق اللي موجود هنا كده اللي انا زابطه على ونختار بدل ما هو كويك تايم كده نخليه مسلا بي ان جي سيكونس. انا دايما يعني بطلع او بعمل للصورة آآ بي ان جي. علشان طبعا مسيحيتها تبقى كويسة وفي نفس الوقت الكواليتي بتاعها هيكون كمان نقي جدا. بعد كده هبتدي ان انا هنا كده باختار المكان زي ما اتفقنا وبعد كده بعمل رندر وبكده بتكون الصورة الاولانية طلعت عندي. طيب علشان اعد للصورة الاولانية دي هعمل ايه بقى? هبتدي افتح الفوتوشوب بصوا كده يا شباب والطريقة دي مهمة جدا طبعا آآ الفوتوشوب العادي او البيتا زي ما انتم عايزين. انا هنا بشتغل على البيتا عادي جدا ببتدي ان انا اعمل فايل وابتدي اعمل اوبن وهبتدي ان انا اجيب الصورة رقم واحد من على بالشكل ده وبعد كده هنزل تحت هنا كده يا شباب في البروبرتس هنا كده هبتدي ان انا انزل تحت في الفوتوشوب واقول له تمام? طبعا لو لاحظنا هنا هنلاقي انه فيه مسلا آآ شوائب موجودة او حاجة زي كده ما تخصنيش خالص ما عنديش مشكلة خالص. لو رجعت كده كومند او كنترول زت بصوا هنا برضو الشوزة بتاعتها آآ اه الشوزة بقى هي دي اللي فيها مشكلة. فخلينا نعمل مسلا هنا كده. ونبتدي ان احنا يعني نعمل على باقي الحاجات بتاعتنا. فهنعمل دي وهنبتدي نختار برضو الشوزة هنا. بعد كده هدوس على الالت وهامسح الزيادات اللي موجودة هنا. تمام? خلينا نختار بس كده باحترافية شوية الموضوع. آآ لو طلع عندي زيادة شوية ما فيش مشكلة الجنينة اللي موجودة ورا دي هتفضل موجودة عادي عادي جدا. لكن ما ينفعش انه اخلي حاجة من الجزء بتاع البنت ده او اللبس بتاعها او الحاجات اللي هي لابسها تختفي. دي الفكرة. بعد كده هبتدي ان انا ادوس او بالشكل ده وهبتدي ان انا ادوس وهبتدي ان انا اعمل او انا كده سيفت او آآ يعني حطيت الصورة الاولانية. تمام يا شباب? وهبتدي ان انا اجيبها من على دي الصورة الاولانية اهي. وهبتدي ان انا احطها فوق الفيديو الاساسي بتاعي بالشكل ده. وهتيجي هنا كده وهقطعها هدوس على او بالشكل ده وهقطع الجزء ده. يبقى الصورة دي هتفضل ثبتة في مكانها. هبصوا كده هتفضل ثبتة في مكانها. في المكان ده. بس طبعا انا هوريكو دلوقتي ازاي هنثبتها في المكان. وهتيجي عندي الجزء ده كده وهتبتدي ان هي تشتغل. طيب عايزة ثبت التانية فين? عايزة ثبت التانية هنا. تمام? فهبتدي ان انا برضو اعمل نفس الكلام هقف هنا. وهبتدي ادوس على وهبتدي ادوس على وهبتدي ان انا اعمل برضو. وهبتدي برضو ان انا ادوس على العلامة الزرق الموجودة هنا واقول له سيفهالي او طلعهالي فين البي ان جي هنا وهبتدي ادوس اوكي وهقول له هنا برضو على وهنسميها مسلا اتنين وهقول له وكده برضو هنعمل نفس الفكرة طبعا انا بخليني سابت على الحتة اللي انا واقف عندها في باجي اعمل من هنا كده وبقول له دي الصورة رقم اتنين وتعالوا نشوف لو انا قلت مسلا هنا تلاغت بسهولة جدا فما فيش مشكلة هبتدي ان انا ادوس على كومند او كنترول اس وهبتدي ان انا اجيب الصورة رقم اتنين من برة خلاص الصورة رقم اتنين بقى يا شباب طبعا خلينا نقفل للقائمة بتاعت الرندر دي ونمسح الكلام دا عادي ونطلع بر هنا كده على القائمة بتاعت الكمبوزيشن بتاعي وبتديانزل الصورة رقم اتنين هنا كده وبتدي اقف الصعub في الحتة اللي انا وقف عندها بالزبط او كنترول دي وبتدي اشيلها بالشكل ده. يبقى الصورة التانية هتكون ثابتة في الحتة دي بالزبط. بصوا. حتى لو في اه يعني جزء زيادة فهو موجود اصلا في الصورة. طيب. تعالوا نشوف رقم تلاتة بعد كده. هتوقف مسلا هنا. يعني هوقف رقم تلاتة هنا. او مسلا خلينا نوقفها هنا تبقى بعدها بمسافة شوية. هاجي هنا مسلا وهعمل نفس الكلام. هقول له وهقول له وهاجي هنا كده على دي وهقول له بدل ما هي كويك تايم هخليها وهقول له اوكي وهاجي هنا وحطها على رقم تلاتة هسميها رقم تلاتة بالشكل ده وهقول له وبكده دي رقم تلاتة هاجي افتح الفوتوشوب وعمل نفس الكلام هقفل الصورة الاولانية وهاجي اعمل للصورة رقم تلاتة بالشكل ده وهقول له طبعا من كده هون فطبعا لغالي بتاعتي بمنتهى السهولة وسب لي حاجة بسيطة هنا برضو ما فيش مشكلة هقول له وهاجي اجيب الصورة رقم تلاتة بصوا كده يا شباب وهبتدي طبعا هقفل القائمة بتاعت الرندر خلاص مش محتاجينها هجيب الصورة رقم تلاتة واحطها فوق رقم اتنين وهاجي اقطعها برضو هنا ب وهاجي كده همسح الكلام ده وبكده هتبقى اشتغلت من اول هنا طيب حلو جدا تعالوا بقى نقفل الصورتين اللي فوق دول ونزبط على الصورة اللي تحت في الاول يعني انا هزبط الشغل بتاعه على الصورة الاولانية وبعد كده هربط الصورة رقم اتنين ورقم تلاتة بالصورة رقم واحد طيب هعمل ده ازاي كل اللي انا هعمله ان انا هدوس على الفيديو الاساسي وهاجي هنا كده هعمل هجيب القائمة بتاعت طيب لو ما لقيتش القائمة بتاعت دي باجيبها منين يا شباب كل اللي انا بعمله ان انا بدوس على من هنا كده وببتدي انزل تحت بلاقي موجود عندي هنا هدوس عليها هتظهر بالشكل ده هقول له هيظهر لي المربعين دول طبعا ببتدي اختار حتة منطقة كده تكون باينة في الفيديو علشان يقدر يسبت الفريم ده معاها او يسبت معاها فهبتدي ان انا اختار حتة يعني باينة شوية في الفيديو لو طلعت كده بلاقي في زرع هنا يعني بالشكل ده وردة مسلا ممكن حتة اللي لونها اصفر دي المهم ان البنت دي ما تكونش بتعدي عليها يعني الحتة دي لأ البنت راسها بيعدي على الجزء ده لأ انا عايز حتة ما يكونش البنت دي بتدخل فيه علشان بتاعي اللي انا بعمله ما يبوزش فهبتدي مسلا اجي على الجزء ده فوق شوية اعتقد البنت راسها مش هتطول او مش هتيجي عند الجزء ده وهبتدي ان انا اعمل يا شباب ودي حتة مهمة جدا طبعا هنا لو انا عايز 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 مع بعض ممكن اعملهم عادي جدا لكن هي البنت دلوقتي بتعمل ما فيش ولا فهبتدي ان انا اعمل بالطريقة دي وهستنى كده لغاية ما يعمل بتاعي بصوا كده يا شباب بعيد عن راس البنت طبعا مهم جدا ان راس البنت ما تدخلش في التراك اللي بيحصل ده علشان الدنيا ما تبصش معايا بصوا بقى الفكرة اللي هتحصل دلوقتي طبعا هيجي عند النهاية عند نهاية الجزء ده كده وهتلاقيه وقف اهو بعد كده انا مش محتاج الجزء الاخير ده خلاص انا دلوقتي سبتت الجزء ده تمام حلو جدا هبتدي اعمل ايه بقى طبعا هنا الصورة الاولانية هتكون ظهرة معي عادي جدا تمام ولكن ظهرة في الشاشة اللي وراي يعني الشاشة الرئيسية انا هنا في الشاشة بتاعة هبتدي اعمل ايدي التارجيت هنا واقول له انا عايز التارجيت اللي انا عملته ده يكون مزبوطة على الصورة رقم واحد فين الصورة رقم واحد اه اللي هي واحد وتلاتة دي اهي اللي هي دي تمام وهاجي ادوس اوكي وهقول له بالشكل ده هيقول لي هقل له اوكي طيب كده البنت دي اهي. بصوا كده. طيب. تعالوا نشوف. هي سبت على انه صورة. سبت على الصورة رقم تلاتة. ما فيش مشكلة. يبقى هو كان قصد الصورة رقم تلاتة. ما فيش مشكلة. انا كده سبت الصورة رقم تلاتة. هنربط الصورتين التانين بيهم بيها عادي جدا. بدل ما اه ربطها على رقم اه واحد ربطها على رقم تلاتة. بصوا كده. تحسوا ان الصورة لزقة في المكان اهو. طيب هاجف الجزء ده كده. ده الجزء بتاع الصورة دي. يعني الحتة اللي سبتها دي هنا. هبتدي انزل الصورة دي تحت بقى. هبتدي اعمل ده ازاي? طبعا هنا اه يعني هو لعب في البوزيشن. حاطتلي كيفريم عند البوزيشنز هنا. خلاص فانا مش هينفع ان انا اكمل بالبوزيشن. انا هفتح الانكر بوينت هدوس على الايه في الكيبورد? هيديني الانكر بوينت. هبتدي انزل البنت دي بالانكر بوينت بالشكل ده. وهبتدي اوديها في نفس المكان بتاع البنت اللي في الفيديو. كده اهو. بصوا كده. وهبتدي ان انا اخليها على ادها بالزبط في نفس المكان. بصوا كده يا شباب لما اجي اعمل كده. اهو البنت دي سبتة في مكانها. ولما تيجي هنا كده هتبتدي تتحرك. اهو. يبقى انا دلوقتي زبطت اول صورة. طب والصورتين اللي بعد كده. طبعا سواء انت عملت على صورة رقم تلاتة رقم اتنين رقم واحد هتقدر تزبط بعد كده الصور عليها عادي جدا. كل اللي انا هعمله بعد كده يا شباب افتح الصورتين دول عادي جدا اهو. ولو انت هتطلغبت افتح صورة صورة يعني خلينا نفتح رقم اتنين مسلا. فرقم اتنين موجودة هنا. هياخد رقم اتنين دي وهربطها برقم تلاتة اللي هو اللي هو معمول فيها التراكر. فهتلاقوها لزقت برضو كده. بصوا اهو. تمام? طيب هنيجي عند الجزء ده كده. وبرضو نفس الكلام. هنا بقى ممكن احركها بالبوزيشن وممكن احركها بالآ آآ عادي جدا. لان انا مش عامل عند فانا هاجي احط دي هنا كده. خلاص? فهتلاقوها ان هي سبتة في مكانها اهو. يبقى سبتة في الحتة دي كده بالزبط اهو. طيب حلو جدا. نيجي على الصورة رقم واحد وهربطها برقم تلاتة اللي هو حاصل فيها التراكر ده. طبعا وهروح فاتحها. فهتلاقوها ان هي جت. تمام? فين الصورة دي موجودة هنا. فروح مسك الصورة رقم واحد واحطها في نفس المكان بتاع الفيديو نفسه الاساسي. بزبط عليه بالشكل ده. كده لو جيت بصيت. بصوا كده يا شباب لما يجي اعمل بلايه كده. البنت بتجري واول ما تيجي على الصورة الاولينية هتاخد نفسها وتجري. وهتيجي على الصورة التانية وهتلاقوها اخدت نفس الكلام. وهتيجي على الصورة التالتة كده بالشكل ده. وهتلاقوها كملت باقي الشغل بتاعنا عادي جدا. وبعد كده انا مش محتاج التراكر في اي حاجة تاني. طبعا طريقة سهلة وبسيطة جدا يا شباب. بتمنى ان هي تكون عجبتكم. وانا بعرف منين ان الفيديو ده عجبكم لما الاقي انه فيه لايك على الفيديو وفيه كومنتات تحت الفيديو. فياريت لو الفيديو ده عجبكم وكمان ظهوري في الفيديو عجبكم ياريت تكتبولي ده في الكومنت تحت الفيديو. وبتمنى كمان اللي لسه ما اشتركش في القناة ياريت يشترك ويفعل زروا الجرس عشان يوصلكم كل الفيديو الجديدة. شكرا لكم واشوفكم في درس جديد من دروس ادوبي افتر افكت سيسي. اشتركوا في القناة